الناس سمعت ايه؟ وهل احنا مشيين في الاتجاه برضو بتاع زي ما اتقال عليه كوميرشل يعني سينما كوميرشل وبردو مزيكة كوميرشل؟ هي الميزة في المزيكة انها من زمان يعني مفيش التصنيفات دي وده اللي احنا مبسوطين بيه يعني الاغنية الفنية هي الاغنية الهت يعني الفنين الموسيقين بيسعوا ان هم يعملوا الهت الاغنية اللي هي المفرقعة او اللي احنا بنونا عليه اللي ضربة ففكرة ان الاغنية الفنية هي الاغنية اللي بتنجح يعني هدف نعمل الاغنية تنجح فده المقياس دايما يعني مفيش في السينما كلمة هت نسمعهاش فالكوميرشل في المزيكة هو الغاية والهدف فده ده حقا كويسا انا شاف ان ده حقا كويسا مفيش التصنيفات دي او بس مثلا منا بلاقي انه تلاتة وعشرين او سبقها اتنين وعشرين كان فيها صعود مزهل لما اطلق عليه موسيقى المهرجانات تلاتة وعشرين اصبحت في وجهة نظر صاحبنا انا غلطة فيه افول يعني خلاص نجم سطع بسرعة وقفل سريعا بس تبني الشكل المهرجاني ودمجه جوه الباب ميوزيك او البابيولر ميوزيك ده اعتقده من سمات تلاتة وعشرين اه يعني تم تدجينهم شوية تدجينهم يا مفتري اه يعني مثلا العناصر المميزة عندهم دخلوا في الباب الشاعر مثلا زي مصطفى حدوتا ده عامل القلق يعني الفترة دي عمر دياب جابه يكتب له انغام جابته يكتب لها فده كان شاعر بيكتب بنت الجيران وعود البطل والحاجات دي فتم استقطابه يعني هما كان فيهم عناصر مميزة يعني ما كانش كله هلس كان فيهم ناس بيعرفوا يعني يعني عندهم مواهب ناس عندهم فكرة الناس دي بتدوا يخشوا في يتم تدجينهم او ان هما يخشوا في الصناعة الصناعة النظامية بشكل حقيقي يعني المواهب دي انها يتم استغلالها لان هي كانت زي ما احنا عارفين يعني فاللي حصل ان هما انحصروا في الشارع او رجعوا تاني اغاني انا بسميها اغاني العشوائيات واسف جدا انا حتى مش بسميها اغاني شعبية هي رجعت تاني ما انحصرتش هي انحصرت في المجال العام لكن ما انحصرتش في العموما يعني هي المشكلة اللي حصرت من اربع خمس سنين لما ليت بنت الجيران واخواتي والاغاني اللي ضربت دي كانت انها مش ان فيه اغاني مهرجانات هي ان اغاني المهرجانات بقت هي المينستريم بقت هي الخلاص مسيطرة على كل الفئات والطبقات وفي كل مكان بتروح تسمع بنت الجيران وتسمع الحاجات دي فدلوقات يلقى هي لسه موجودة وليها شعبية بالمناسبة وفيه يعني فيه رامز لسه بيمثلها هو اسمه عصام صاصة عصام صاصة عصام صاصة مكتسب الاعلى استماعا في الشرق الاوسط تبقى الاسبوتيفاي بس هو ملوش اغنية مفرقعة يعني ملوش اغنية بنت الجيران ملوش اغنية العبيالة مصر ملوش الاغنية اللي هي عاملة ضجة فضيع بس هو موجود موجود بأغاني كتير ده بينزل في السنة 77 اغنية يعني كل اسبوع اغنية ونص فهو بيغرق السوق بس هو في النهاية هو الارقام اللي عاملها بنشوفها على منصات المشاهدة يعني المختلفة طبعا هي جاية من الغزارة الانتاجية اكتر منها الانتشار وشعبية هو بيعمل 77 اغنية بيغرق السوق معظمها بالمناسبة بيكون الحان يعني بيتم الصاتو عليها كنا مع عزيز الشفع دلوقتي هو اشهر اغنية لي او انجح اغنية للسنة دي هي لحنا عزيز الشفعي بس عزيز ما لحنهلوش عزيز ما ادلوش حاجة هي اغنية اسمها سيبك من اللي خلع دي عصام صاصر اه مع محمود الليسي هو اخذ اللحن بتاع اغنية روبي اللي هي جانب هداوة وعمل اغنية مهرجو عزيز الشفعي ما عملش مشكلة عشان عمل خاطر لمحمود الليسي اللي هو بيشاركه معاه في دويته فكان ممكن تحصل مشكلة بس هو كتب شكري خاص لعزيز الشفعي كان هيكتبتا الحين عزيز الشفعي بس عزيز رفض انا ملحنتلكش ملحنتلكش بلحن ولا انت طلبت مني لحن فعملته لك وبعدين ايه الملحن اللي هيبيعها اللحن بزمتين يعني هيبيعها اللحن مره روبي ومره روبي ومره الصاصر طب بتحطه في موقف يعني فالعايز اقول يعني موضوع عصام صاصر ان هو حتى الانتشار والنجاح والاغاني الكتير دي لها كل اسبوع اغنية والحاجات دي جاي من انت اصلا بتاخد الحام موجودة بيتمي الصاطو عليها وبتقدمها على انها اغانيك يعني او انت بتعمل اغانية اصلا مش منطق ان فنان ينزل كل اسبوع ونص اغنية كل اسبوع اغنية ونص يعني او او 77 على كم السنة 45 اسبوع او 54 اسبوع انا نقسم ال77 على 54 هيدينا كم اغنية في الاسبوع او يعني كل خمس ايام او يعني فيه شعر كتب وملاحن لحن وموزع في الفترة دي مكن شيء مش منطقي خط انتاج مش ابداع مش إبداع بزرق حتى كابل وصلت للأندر جراوند يعني هي برضو تدخلت مع فرق الأندر جراوند بشكل أو بآخر وده غريب هي فقاعة يعني شاف إنها فقاعة طيب هروح للفاصل ويمكن نتكلم معيكم على مسألة الإغراق يعني أنت زكارتها أمجل دي حاجة مهمة جدا ومسألة المنصات ما بين هل هي مفيدة ولا هي مش مفيدة ما هو في منصات بتغرقني بثقافة ما على المستوى السينمائي وتعمل كوارث بثقافات مجلوبة غير مقبولة مثلا عندنا في المجتمعات بتاعتنا الشرق أوسطية لو صح الكلام وبالمناسبة مش بس الشرق أوسطية مجتمعات البحر المتواصل كلها ترفض الشكل ده من الثقافة ونفس القصة الإغراق على بلاتفورمز بتاعت أو منصات الاستماع انت بتغرق عصام صلصة أغرق المنصة بس هذه كل المسألة فحقق أعلى معدلات استماع بس ده مش معناها أنها أفضل أغاني أو أنها أثر انتشارة ما فيش فيها هت هي كتير ما فيش فيها بنت الجران ما فيش فيها بنت الجران مثلا لو هنتكلم عن نفس الجنرة تخلم ما بنت الجران تتحول إلى آيقونة بعضهم ودي بعضهم من ضمن مأس الزمن لأنها وصلت لكل الطبقات وكل الشرائح ونجحة فعلا نجحة نجاح ملموس يعني بغض نظرة عن زقنا أمجد أنت صادم موس وده مهم وأنا أحب الناس الصادمة يعني أنا حتى النهاردة كنت بقول للمصطفى حامدي قلت له أنا لحد اللحظة دي بحاول أفسر كلمة سكر محلي محطوطة على كلمة أي سكر محلي مصطفى حدوطة ونتوا هتستهبلون ده مصطفى حدوطة أي أي يعني أي سكر أو فيه سكر مر سكر محلي يعمل فيها فيلسوف هو كلما زودت السكر يعني فيه بسكوتام أرمشة برضو يعني فيه أنت كلما زودت السكريات كلما الأغنية باعت أكتر ويعني دي كانت يعني دي من كتالوج كتابة الأغاني وعلى رأيي يونس محمد فتح يونس قالين كم محلي معناها نو صنع في مصر ممكن لا هو محلي وده بيخالي له جودة أكتر محلي محلاوة كده وعايز يقول بعضها محني كمان فعايز يعني والسكر هيبقى محني لا الكعب المحني فهو عايز يعمل جناس أو أي حالة بقى في الهنتريش